وفي السياق أكد سعدة السيد محمد السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس نواب على أن مملكة البحرين قد حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف ولا يجوز تنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها بمجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني مثمنا دور القوات الدفاعية والأمنية في أداء واجبها الوطني في تعزيز الأمن البحري وفرض السيادة على المياه الإقليمية والاقتصادية وعرب السيسي عن إدانته للممارسات الاستفزازية العبثية من قبل السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين والتي تعتبر اعتداء على سيادة البحرين في مياهها الإقليمية وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية والتي كان أخيرها حادثة اعتراض واستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية وأضاف أن تلك الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بمجب أحكام القانون رقم ثمانية لسنة الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة وأن أحكام هذا القانون لازالت سارية ولم تلغى أو تعدل بمجب أي تشريع آخر ولازال قائما ونوه سيسي الوعينين بضرورة وضع حد للممارسات والتصرفات القطرية الاستفزازية تجاه مملكة البحرين والتي تخالف القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلاة والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي داعيا إلى وقف قطر عن ممارساتها العدائية المستمرة وخرقها للمعاهدات والمواثيق الدولية تجاه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون